بيوت مصرية كتير اليومين دول بعد نتيجة الثانوية العامة عايشة فترة اختيار الكلية لطلاب الثانوية ده تحدي كبير جدا نقطة مصرية يعني بتحدد بيها مستقبل الطالب والطالبة بعد كده من اكتر القرارات المهمة جدا في حياتنا ازاي في الفقرة دي نعرف ايه هي التحديات ايه هي اهم الاسئلة ازاي اخطار الكلية المناسبة هل الكلية دي مناسبة لامكانياتي هل لها مستقبل مهني جيد هل في فرص عمل كلنا منبص طبعا عينينا على سوء العمل بعد كده اسئلة مهمة جدا بتشغل بال اسر وبيوت مصرية كتير الاسرة تقدر تعمل ايه الاسرة تقدر تساعد ولادها وتدعم ولادها ويبقالها دور يعني ايجابي في الاختيار ازاي في نفس الوقت ما تبقاش بتدخل في قرارات الولاد وتبقاش هي اللي بتحدد مستقبلهم يعني هل الاسرة لها الحق في انها تتخذ القرار ولا ما هي تبقى مجرد موجه ومجرد داعم حدود تدخل الاسرة ازاي ولما لاقي الولد او البنت مش متوفقين في قرار الصح من وجهة نظر الاسرة برضو اللي ممكن يكون مش صح لان فيه تخصوصات كتير جديدة احنا مش عارفين عنها حاجة دكتورة رئيس قسم الاعلام التربوي بجامعة القاهرة منوجودة من ورانا نهاردة هتتكلم معانا اكتر وحتواجهنا كلنا احنا والاسر اللي بتتبعنا نعمل ايه يا دكتورة من ورانا اهلا وسهلا صباح الخير على حضراتكم والف مبروك لكل ولادنا اللي نكحوا وربنا يوفق اللي عندهم دور تاني وان شاء الله هيكون بالخير يعني وكل حاجة نصيب يا جماعة والله والموضوع بسيط قوي مش لازم نكلكها مع ولادنا عشان الوزيف المستقبلية مختلفة تماما عن افكارنا التقديم طب خلينا اخد بقى من كلمك يا دكتورة الموضوع فعلا بسيط يعني بنحدد الكلية ان شاء الله بتوفيق ربنا ندخل الكلية للناس عايزاها او الاقرب ما تكون لاهتماماتنا مع المجموع المتاح مين اللي بياخد القرار الولاد واللحنة واللحنة والولاد وفي الاخر الكلمة الفيصل اللي بتتحدد هتكون عندي مين هي طبعا اول حاجة بالنسباني لازم يكون عندي حالة من الصراحة ان مش المجموع هو الحكم النهائي على ابني يعني ممكن ان يجيب 90% بس انا عارفة امكانيات ابني التعلمية ولازم نبقى عارفيني فيه فروق فردية وفيه حاجة اسمها اديوكيشن جاب وصعوبات تعلم ف90% دي ممكن تكون هو حفظ كتير والحفظ بالنسباني مش هو اداء التقييم للطالب بتاعي فبالتاني انا مريزا اكون عندي حالة من الصراحة عن امكانيات ابني انا عارفة وصلت معنى سنوية عامة او سواء سنوية امريكية او بريطانية او فرنسية واتبر كانت ايه فانا عارفة امكانت ابني كواس قوي فبالتالي نهاردة مع الوجود الطالبات الكتيرة مع المجموع القليلة ممكن دي حاجة خدمة الطلاب على فكرة مش ضدهم انا اصبح فيه متاح من الارتياح ما بقشش عندي السبق بتاع 104% و105% وارقام غير منطقية في الاساس اصلا الاقام احنا كنا على ايامنا احنا بنسمحها وكانت يعني ريزنا سنجن سمع سبعينيات وثمانينة الهي طبيعي يعني الارقام الطبيعي فده حيبقى فيه ارتياح للولي الامر انه حيبقى في كل مرحلة فيه فرصة متاحة لانه فنالهدأ بقى ونرتاح النقطة التانية انا عندي ايه عندي جودة تعليم جودة تعليم موجودة الحمد لله سندي في كل الجامعات جامعة حكومية جامعة اهلية جامعة خاصة وعندي كمان قضي في الى ذلك جامعة دولية صحيح فيه تنوع بالزبط فبقى عندي اربع انواع من الجامعات المختلفة امكانيات بقى جودة التعليم بالنسبة لي توقع لتعليم ابني الجامعة الفرنسية موجودة ودي تعتبر جامعة اهلية كمان مش جامعة خاصة فبالتالي سعرها معقول فبقى ابني اخرج من البكالوريا يخش على جامعة كويسة عندي البريطانية مثلا او الاي جي او وتابر هيخش لا بقى فيه ورد احناسك وانا مع مؤتمر مصرين بالخارج وكان معانا تلات امنا جامعات سوى جامعات الاهلية او الخاصة او جامعات الحكومية وكان اضاف دكتور مصطفى عبدالساميه نقطة مهمة جدا قال استنادي النسبة بتتغير بالنسبة لولادنا سوى المصرين بالخارج او نوم مشاهدات الدولية فهذا برضو خبر مفرح جديد محشادة أولاد الأمور يرتاح يرسل صعداء ويفتاحهم من نسبة الحاجة تانية الاهم من حضرتك الجوضة التعليم اهتم بيا ساد الرئيس الجمهورية من 2014 بدأنا نحصل ده لانا فيش حاجة تغير في سحرة فبالتالي بقى عندنا دلوقتي جامعات بتدي فيها ملح لتعلم المتفوقين فكل خطوة بنخطوها استنادي اشافها لولادنا على القدمة وكله مخضوض من المجميع بالعكس انا شفتها برؤية مختلفة تماما انها هي وتفتح فرص تلك لتكافأ فرص كمان والفرص اوصى على البلادنا طيب دكتور رندا جوا البيت دلوقتي انا ابني او بنتي خلاص بيحدد الرغبات وعايز يدخل كلية معينة حالة الحوار اللي بتحصل ما بين الاب والام لانه في افكار مختلفة احنا منفكر بافكار ممكن جيل الاباء تقليدية شوية لازم دكتور مهندس كليات القمة بعض المفاهيم كده ولو ابني جاي مجموع كبير وعايز يروح تخصص هو مناسب لقدراته اقول لا انا استخسر المجموعة ده اخش كلية من كليات القمة دي الحوارات اللي بتحصل في البيوت عندنا ابتدي الحوار ده ازاي طربويا داخل البيت ازاي اقرب المسافة ما بين تفكير جيل الاباء ها والامهات وجيل جديد عينه بتروح على حاجات انا بالشايفة هو طبعا انا عايز اواجه كل الولي امر يعني يقولهم يعني يبصوا للمستقبل اكتر الوظيفة التقليدية بتاعتنا مع موجود يعني تحديات كتيرة منها طبعا نسب نسب دكتورة انا عرض اكتر من نسب الطب المساعد يعني الان الوقت ان انا بيجي اشوف اعلان في دولة عربية او في دولة اوروبية لو عايز من مصر كوادر بيطالب اللي هو رقم اتنين في الخدمة الطبية الهيئة المعاونة اوه عايز تمريد عايز علاق طبيعي عايز فني لكن مش عايز دكتور فده اشوف الوظيفة اذلك النهاردة انا برده احترمت اولاية الامور النهاردة بدأت تلاقي في الجامعة الخاصة الكليات دي تقريبا اكيبيت خلاص اعفلت يعني حتى الطب البتري وده من الحاجات اللي انا استغربتها من الطب البتري بجامعة خاصة ده علي اقبال وعليه ويت انجلس ده تمريد والخدمات الفنية الفني الاشاعة الفني التخدير فنبص الوظيفة غير تقريدية نبص على سوق العمل محتاج ايه والنهاردة كامل اصبح شركتا المتعددة الجنسيات بتفكر في ايه بتفكر انها بتحط الملاجع التعليمية مع الجامعات عشان تطلع الكاليبر اللي هي عايزة بالمنحج التعليم اللي هي عايزة بالسكيلز اللي المفروض ياخدها بحيث هي بتستثمر في الطالب تخرجوا على طول احنا كانت عندنا فترة كده وجهزة من حياتنا احنا بنقولوا اعادة تأهيل طب انا كنت بعلمه ليه في حاجة هو هي اعادة تأهيل عشان شغلانة تانية فاصبح كمان الكونسبت الجديد هنا مع المناهج التعليمية بيبقى فيه الشركات عايزة ايه ومحتاجة ايه وممكن فيه بعض الشركات الشهيرة بتفتح مدارس كمان للتدريب بحيث انها تبقى بتاخد الولاد احنا عادنا كثير نقول احنا محتاجين جنب شهادات كفاءات يعني ما ينبقاش عاديين بنعمل شهادات موجودة على الحيطة بزبط وحط على الحيطة وارجع عامل اعيد الكرة واطع فلوس جديدة وكلف الدولة مرة تانية اعادة تأهيل لسوق العمل ويبقى فيه حلقة مفقودة الولاد عايزة تشتغل ومش عارفة تتأهيل لسوق العمل الشركات بتدور على الناس تشتغلوا ومش لاقي حد مؤهل انه يشتغل عندها فكان بيبقى فيه حلقة مفقودة اعتقد ابتدينا نحل القصص وانا عادمي جدا شركات المطاعم الكبرى اللي هي البرندات الكبيرة النهاردة عملت حاجة مع كلية استياحة والفنادق جميع جامعة حلوان دخلوا اعملوا مخصصة للموضوع دوت فالولاد اللي يقش في استياحة في الفندقة في الطبخ في المطاعم كل واحد بقى بياخد سيمز حتى منشوف كمان يا دكتور في الجامعات التكنولوجية او حتى التعليم التكنولوجي منشوف المصانع بياخد شراكة طبعا وده نوع جديد ده نوع مهم من التعليم مطلوب حتى الكوادر اللي بتطلع منه طب انا عايز برضو ارجع مع حضرتك انا لو ابني او بنتي في حالة حيرة دايما بتبقى قبل اختيار الكلية او التخصص اساعد ابني ازاي عشان يتغلب على الحيرة دي يعني ازاي خليه يعرف امكانيات نفسه وانا مثلا ممكن اتفوق في مجال معين في التكنولوجيا او مجموعة طبية او يعني اي مجموعة من مجموعات الكليات ازاي اساعد ابني او بنتي ازاي الطالب وده عايز كلام من حضرتك موجه ليهم يتغلب على الحيرة دي ازاي يتعرف على امكانياته عشان يحدد الكلية اللي من بعدها حيدخل بقى الحياة والمجتمع وسوء العمل هو طبعا اقول لحدك الحاجة مهمة اني دايما للطالب لو هنتكلم مع الطالب هو طالب شايف بابا وماما قدامي يبقى فيه نموذج قدامه نموذج ده لاما هو شايفه ناجح قوي فهو عايز يحاكي هذا النموذج اما هو شايفه بابا الشخصية الروتينية العادية الطبيعية فانا عايزة اتمرد على هذا الشخص جميل فمن هنا بيبقى قدامي حيرة بقى مع الطالب اولا الطالب هو دايما متفوق عني بكتير هو بني بينه اميال واعمار وتكنولوجية الفاصيلة الزلوة تربى عليها غير على ايام نحنا احنا بدأنا من البيجر والنوكيا والنانا لكل الحاجات احنا يوزرز اكتر منهم هم ممكن يبقى كمان كريتر اكتر مننا فبالتالي لازم احترم دماغه وما يكونش احاول ان انا افرد عليه ودايما اولادنا ضد فكرة ان انا اديهم النصيحة المباشرة هم مش هيتقبلوها مني لكن انا حبتدي ابوستكا وليه امر مع ابني هو حابب ايه وحبتدي اغزيه يا جماعة فكرة فيه كليات عندنا انتو شوديين بالكم انا عظيمة جدا كليات خدمة المجتمع وكليات التربية الرياضية ان انا ادي لو عنده موهبة رياضية بدخلتها بها هو حيبقى شامبيوم زي وكلم بتفرج دلاتيون عادة في الاولمبياد حيبقى شامبيوم حاجة كبيرة عظيمة يعني بيمسل بلده وبيجيب مصدر دخل البلده ونفسه احنا عادين نهتم بالحاجات الكلات اللي هي خاصة بالعلوم الموسيقية والفنية ان دي كليات مهمة مش كليات عشان مجموعة قليلة اللي فدخلتها ممكن متميز فيها جدا ليس كون موهوب كمان عشان اخوشها تشارت اساسي حتى لو انا 60% بس لو مش ناجح قدرات فنية او اكتست الامتحانات فده حاجات مش ناجح مطلع ابني دكتور بس لا فيه وظائف كتير اولى هندسة بالعاكس النهار ده ماذا بقول حاجاتك كدوات فيه الحاجات الخاصة بالاي اي اي الكليات التكنولوجية الوظائف الجديدة اللي بدأت تبقى ريموتد وحاجاتها اللي هي خاصة بالمشوشتازة بكون بقى فيزيكة بروح الشغل دي الشغلانات بقت اكتر بتدي فرص اكتر الابليكيشن الولاد بيخترعوه انا اولاد عندي سنة ربعة سنة يعني اكتشفت انهم عاملين شغل انا اعتفدته ده ريادة اعمال ان عملوا ابليكيشن وويب سايت ونزل على فاجئوني انه نزل على بتاعت الشركات المحمول يعني فالنازل اخليه دايما انه عنده نوع الابداع الانوفيشن وده اعتقد لنهوضة التعليم في الخطة التعليم الجديدة الاطلاقة السادة الرئيسة هي الابتكار والابداع وتفكير الناقض لازم دي حاجات اساسية في بولادنا من علام هلم فمش يازم احط ابني وازنقه في انه لازم يقش كلها من القمة ان القمة نفسها تغيرت يعني فكرة القمة نهوضة يعني حتى كليات الحسابات المعلومات راحت عليها بجماعات التكنولوجية فكرة زي ما قلنا المسؤولي المجتمعي اللي عاملها القطاع الخاص مع وزارة التربية والتعليم النهوضة تجربة التعليم الفني السوق التكنولوجي النهوضة دا لانا محتاجه سوء العمل ام ايطاليا نهوضة بتطلب حاجة امسوط جدا انت تبع طالب عشرة تلاف عامل بمهارات معينة تكتشف ان المهارات دي حاجة احنا بنحل مشاكل كتير بنحل مشاكل هجرة غير شرعية بنحل تسرج من التعليم لان الناس ساعات كانت تحس انه طب انا بعمل ايه طب اروح اتعلم صنعه وخلاص فاحنا بنحل مشاكل كتير من خلال التطوير اللي بيحصل في مرحلة ما قبل التعليم الجماعي وصولا بالتعليم الجماعي بس الولاد ما شاء الله دايما احنا بناخد خطوة هما بيزبقونا بسبعتاشر خطوة علشان نبقى عارفين نبقى فاهمينهم احنا اللي بنقول احنا شايفين ان الافضل واحد اتنين تاتة اربعة ولا بنسمع منهم ونبتدي نفلتر معهم ولا احنا بنسكت وندايلهم وخلاص حتى لو احنا مش قادرين يعني ساعد برضو ولادنا جمال الحمد لله يعني مش قول لأسف ان هو بدأت شخصيتهم من ان احنا ودناهم في تعليم مختلف يمكن استثمرنا في ولادنا وتكبدنا كتير عشان نستثمر في ولادنا وفيطلع تعليمهم مختلف عننا لان بتبقى برضو جزء من التعليم اللي بتعلموه ان احنا بنادفع في فلوس كتير هي ثقافة وافدة والبلد بيكتسب حاجات احنا مش قادرين بلنا ان هو بتكسبها سواء بتعامله مع السوشيال ميديا او الانترنت او ان هو بتعامل مع المواد العلمية اللي بيخدها في المراسة بذلك يبقى خصة والحاجات الخاصة بالمهارات اللي بيكتسبوها فبالتالي هو شخصيته نضجت شوية عن سنه اللي كما كنا احنا في المرحلة دا اسفل المقاطع دكتورة دايم كمان بيحصل فيه التعليم الناشنال والتعليم العادي لان التطور الجديد اللي حاصل في المناهج يمكن حتى السيستم الجديد اللي تم الاعلان عنه للسنوية العامة هو نفس السيستم بتاعه او بيحاكي مع تمصيره للشهادات الدولية يعني نفس الطريقة قد تختلف بس اللغة الاولى او بدى قوتها لكن اعتقد ان الامور ما بقتش بعيدة زي الاول اشكال مختلفة خالص من التعليم لا الامور مش بعيدة خالص يعني احنا نقول يمكن مش على كده بس حدرتك عندك حقيقة طعم القنضامة كمشار ثقافي كنت بالخارج كنت بفخر جايما ان احنا عندنا مدارس النيل دي تجربة يعني احنا مميزة جدا طبعا احنا معانا احسن مدارس بريطانية ولكن بالرؤية العربية والمصرية فده كيمبرج نفسها مع مدارس النيل بالعربي فانتي بتخيل حياتك دي لما بدت كنت بتكلم مثلا في الخليج كمشار ثقافي انا هفتح لكم مدارس النيل فدي حاجة كانت بتبقى بالنسبة لنا احنا احنا فخورين بيها والناس منباهرة بالبلساوند ان انت تتكلمي على حاجة بتجمع بين الحسنين زي ما بيقول لكن ارجع ورحتك حاجة ان برضو الجو العام في المدارس اللي هي الانترناشنال لبلادنا تربط فيها بتخلينا عندهم الشكل مختلف في الشخصية طبعا او بناء شخصية مختلف يمكن بيكون شوية هما مش مش يعني متمردين على التقالي يعني احنا احنا قدام قوي بالنسبة لنا انت مومي انت بتقولي دوة انت حاجة يعني في حياة حتى احنا مصطلحاتهم بيش فهملها احنا نتكلم فيها فعشا كده ارجع وقول حالاتك ان مهم قوي قوي ان احنا نتكلم على الاختراف نخرج برا الشكل التقديدي يا جماعة في كل تصمال احنا هزا نرجع تاني مش بس اكاديمية فون اكاديمية فون برضو اي ان كان اعداد محدودة بتقبلها فنون بصرية كتير يعني يتيرتاك والسلماتيك وعندنا كلها فدي حاجات برضو ودي كمان فلون فردية تبين المهارات الخاصة بيهم مهم جدا ان انا اعمل ده مع ابني او بنتي ان انا ادور معاه يعني فكرة ان انا اشاركه واعمل سيرش معاه وبحث واشوف مش بس ان انا اقعد بعيد كده وقول له يعني دي احسن ودي احسن لا فيه الاولياء اقول له انت خش تعال خلصت الباكراديوز بتاعك الحكومي وانا كده اروح معه ده التمثيل لا لازم يا جماعة لو ولادنا عندهم موهبة نلمع الموهبة دي ونصطلع بالتعليم صحيح ما يفوتوا الفرصة لان اي حاجة من تعليمها جوه قاعة الدرس تبقى اسهل كتير جدا ان احنا نكتسبها لو نقول هنخلص وروح اتعلم انجلش ولا فرانش ولا ولا اولا الحياة بتبقى دايموما فان دا يقول اكتر وقت بتعلم فيه الاي سكيزة المحتاجها هو وقت الحقيقي ده وقت الدرس مهم جدا ان انا ابني شخصية الطالب اهم من نوع التعليم او هيتعلم ايه او المناهج لا يبقى شخصية حقيقية عندها قدرة انها تتفاعل مع المحيط مع المجتمع فده مهم جدا المهارات دي مهم ان انا يعني اشوفها في اولادي وبناتي والاهم ان حضرتك تفضل النموذج الاعلى للولد هو وشايف ان حضرتك احسن حاجة في الدنيا حتى لو مش هيخدست حيوحكي كل حاجة حتى بتعمله نورتينا وشرفتينا دكتورة راندا رزق رئيس قسم الاعلام الترباوي بجامعة القاهرة نورتينا دكتورة اهلا وسهلا بك